موجز الأخبار من يمن شباب أهلا بكم أصيب ركن الفنية في اللواء 17 مشا ومدنيون جراء انفجار عبوة ناسفة في حي بيرباشا بمدينة تعز عصر اليوم وقالت مصادر أمنية ليمن شباب إن الانفجار حدث بالقرب من محل أخشاب وحديد ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بينهم ركن فنية اللواء 17 مشا مهدي علي سلطان قالت مصادر ميدانية ليمن شباب إن مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي من أبناء مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران قتلوا وأسر آخرون في مواجهات مع قوات الجيش في جبهة الجدعان بمأرب وأشارت المصادر إلى أن من بين القتلى القيادي الحوثي ياسين صالح أبو دمى السفياني والقيادي الحوثي لطف مقبل قاطش السفياني قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين إن ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح تمادت في انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الطائرات المفخخة لاستهداف الأبرياء من المدنيين وأضاف في بيان أن منظمة التعاون الإسلامي تدعم جميع إجراءات الرادع التي تتخذها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن قال السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون إن كل المؤشرات تتحدث عن تقدم جيد فيما يتعلق بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة المنبثقة عن اتفاق الرياض وألية تسريعه وأضاف أن تشكيل الحكومة الجديدة وتنفيذ اتفاق الرياض سيدعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن اتهم متقاعدون عسكريون في تعز إدارة بريد الحوبان بعرقلة صرف مرتباتهم وقال المتقاعدون إن مدير بريد الحوبان فوزي العريقي قام بمنع ضخ البيانات وإيقاف الشبكة ما عرقل صرف رواتب المتقاعدين المتأخرة ثلاثة أشهر وضعف معاناتهم جاء ذلك بعد إطلاق الانتقالي في محافظة لحج رواتب المتقاعدين بتاعز بعد شهرين من احتجازها نهاية الموجز دمتم ودام اليمن بألف خير إلى اللقاء